السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يا شيخ ويا ريت ترد علي انا متجوز وبحب زوجي بقى انا متزوجة بقى وبحب زوجي وبتقل لا فيه بس هو بيحب وحدة وكان بيحبها من زمان لسه بيتصل عليها لحد دلوقتي وبيقول لي حرام انك تكلم وبقول له حرام انك تكلمها تسأل عليها يقول لي لا دي اختي مع اني هي متجوزة ومعاها عيال ولما بيكلمها بيقول لا يا حبيبتي ويا عمري وانا مش مرتاحة للوضع ده وطلبت منه اطلاق بسبب موضوع ده ياريت تقول لي اعمل ايه وتقول له كلمة علشان هو بيحبك وبيسمعك على طول طيب يا سيدي خلينا ابتدي بيه هو وقولك انت هتعمل ايه اول حاجة هو بيكلمها بلاش ان احنا نضع نفسنا في مواطن الشبوهات وخلي بقى لحضرتك ان اللي انت بتعمله ده هو في الحقيقة مفسد لحياتك الزوجية مفسد لحياتك الزوجية ليه مش لان زوجتك بتغيير عليك لا لان هو في الحقيقة انت لم تتعافى من حبك الاول لو انك انت بتعافيتش من حبك الاول ده هيفسد عليك حياتك لانها يمنعك من انك انت تحس بنعمة رب الله لانا انت عايشها محدش قال ان المشاعر التي تكون داخل الانسان ان ربنا يعزبه عليها لكن هو لازم يمنع اثار هذه المشاعر في حياته المشاعر دي ما ينفعش ان انت تتكلم امرأة لان رسول الله صلى معلمنا معيار مهمة قوي قوي الاسم ما حكى في الصدر وكرهت ان يطلع علي الناس اظن انت مش بتقولها يا حبيبتي ولا بتقولها يا عمري قدام جزها هذا اثم اذا كنت انت بتعمل كده فانت عايزة تفضل دايما حسة بيك ان انت ما زلت حبيبها وما زلت اكتر الناس احساسا باهميتها واكتر الناس مسندة ليها خلي بالك انت ممكن تكون ببساطة بتخببها على جزها فلذلك اتق الله اتق الله والكلام يكون في حدود المعروف واذا كان المعروف واذا كان الكلام ده هيوصل الحياة بينك ومن زوجتك الهاء الى طريق مسدود فيئن اللي حاصل اترك هذا لله واجعله باب من ابواب العفة وباب من ابواب تقوى الله سبحانه وتعالى لما تعمل الكلام ده هتجد سعادة في بيتك وانت حاول بقدر الامكان ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تسمعي وتحاول تكلمي كلام حسن وعيشي في عبادة وقول للناس حسنة يفتح عليكم ربنا سبحانه وتعالى